أحب تسمع بقى مين اللاعبات الجديدة اللي جاهز الزمالك؟ يالله أول دلوقتي عامل جبال له قالك الزمالك وقع مع اللاعبين لو ما قالش مين اللاعبين دلوقتي شكوه 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 ده من الناس شكوه لازم يقولهم كلهم كمان ما يشبش واحد أقول لك ما ستفلان هيزعل مني وش فلان هيزعل مني هو اضطر أسفاً لا أقول أسفاً ولا حاجة الزمالك بس قلبه ميت برضو تفضل عامل الزمالك في فترة الأخيرة كان عنده اهتمامات بلعيبة كتير في بعض اللعيبة اللي حصل لتوقعها وبعض اللعيبة اللي اتكلم معاها ولسه ما مضاش خلينا هقول لك قائمة اللاعبين المحليين اللي الزمالك مهتم بيها أولاً محمد شحاتا اللي هو لعب وسط طلاع الجيش يظل من ضمن الاهتمامات من مواسم من تلات كتير وموقع للزمالك أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة ومحمد شحاتا من اللعيبة اللي الزمالك بيهدف لضمها الزمالك فتح خطه مفاوضات مكسف مع أحمد حمدي حتى من قبل انهاء عقده مع مونتريال بشكل كبير ان هو يبقى موجود في صفوف الزمالك حصل مفاوضات معاه لسه الزمالك ما توصلش معاه الاتفاق نهائي على ضمه الزمالك كمان يعني اتكلم مع محمد شكري اللعب سراميك كولوباترا هو البديل رقم واحد في الوقت الحالي لرحيل أحمد فتوح يعني شكري البديل رقم واحد بالنسبة للزمالك في حال رحيل فتوح فبالتالي شكري من اللعيبة اللي الزمالك مهتم بيها جدا جدا الياس الجلاصي لعب الناد المصري يظل ضمن اهتمامات الناد زمالك هو مستمر من الانتقالات السابقة ان هو ضمن الاهتمامات ولكن المشكلة هنا في فجرة ان المصري مش حابب بيفرط في جهود الياس فهتبقى الامور صعبة فيه في فترة الانتقالات القادمة يؤجل للفترة اللاحقة اذا استمر اللاعب على مستوى الزمالك بيتطابع بعض اللعيبة وحصل على توقعهم ولكن قد يتراجع عن اه ان هم يبقوا موجودين لو الزمالك اه رفع القيف اه قاف القيد في يناير ممكن اللعبة دي تيجي وتعارف موضح سوال الجاي زي اه زي اه احمد ربيع اللي هو لعب السكة الحديد وكابتن السكة محمد غاضف لعب تانطا ومحمد سعيد مضافع لفينة التلاتة ماضلوا الزمالك اه التلاتة الزمالك مهتم جدا وبيتطابعهم بشكل كبير ولكن ممكن بقى لو الزمالك رفع قاف قيدو يبقى واحد او اتنين منهم على اقص تقدير لان انتش سينفع تضمون كل مرة هل الزمالك هيرفع قاف قيدو؟ اه على حسب موضوع سبورتنج اللي شبونة يبقى عامل ازاي؟ خد بالك فيتوريا ادخل فينجادة ادخل فيريرة ادخل واخد بالك التدخلات دي ايه برضو عشان الناس فهمت الموضوع غلط فيتوريا نصا يعني من مصادر مقربة منه كل اللي قالوا سبورتنج اللي شبونة يا جماعة الادارة دي ادارة جديدة ناس محترمة ناس ملتزمة اسمعوا منهم مش اكتر من رسالة تطمينية لان اصلا سبورتنج اللي شبونة كان ما بيردش على الزمالك يعني هو ما كانش الزمالك افتقد التواصل مباشر معلوماتك الزمالك هيستطع رفع اقاف القد في يناير ولا؟ الزمالك بيحاول بكل الطرق ان هو يرفع اقاف قده في يناير لكن ما قدرتش اقولك في الوقت الحالي حتى بالنسب القد يترفع في يناير ولا يتحجل الناس نحن نكلم لسه 50-50 50-50 طيب يظل الموضوع 50-50 هدف موجود عند مجلس الادارة ولكن يظل 50-50 خد بالك كمان احمد شريف لعب فاركو من اللعيبة اللي الزمالك بيفكر فيها كلوشة لعب امبي اللي هو مدافع امبي فالاسماء دي هي اللي بتدور حواليها التفكير داخل الزمالك لو الزمالك رفع اقاف كده لو الزمالك رفع اقافك